لم يعد مستغربا رؤية هذا المشهد داخل أحياء العاصمة رابليس عامة وأبو سليم بصفة خاصة قذائف الموت صاغت المشهد هنا بملامح المجازر والسعي إلى تحويل عروس البحر إلى حمام من الدم مهما كان الثمن اختار معسكر الرجمة أن تكون هذه بشائرهم التي يتوهمون بعد الهزائم التي تكبدوها خلال الأسابيع الأخيرة فضربات الجيش كانت موجعة ولا سبيل لهم غير طريقهم التي اعتادوا سلوكها لتغطية انكسارهم بالميدان قتل وجرح شباب وشيب أطفال ونساء هلع وخوف دمار طال أملاك المدنيين ومنازلهم سويت أسقفها ببلاطها يوم آخر يختار فيه حفتر وميليشياته السواد والحزن عنوانا لقاتني أبو سليم أكبر أحياء العاصمة والبلاد عامة وأكثرها تعدادا سكنيا مصائب تزداد وجراح تغور عميقا بسبب عدوان آثم وظلم طال النسل والحرث ليظهر المذنب بعد كل هذا زاعما أنه صائن الوطن والمواطن مبشرا بنصر قادم ولكن أي نصر هذا الذي يفتخر به على حساب أطفال أبرياء ومسنين أثقلهم المرض وأرواح أباء وأمهات تركوا وراءهم أيتاما في هذا الزمن الصعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر